اشتركوا في القناة بل ايضا للرجال حظوة مهمة واهتمام كبير الكل يريد ان يكون رشيق الكل يبحث عن سبل للوصول لهذه الرشاقة ولكن يستخدم الانترنت ويبدأ بتطبيق ما شاء الله بتطبيق برامج للرشاقة وهذه البرامج تأتي في بعض الاحيان من مصادر غير موثوقة فيبدأ بتخفيف الطعام الفلاني يقوم باستخدام الحبوب الفلانية يذهب باستخدام اشياء مختلفة ثم يواجه مشاكل صحية ويبدأ يتساءل من اي مصدر اتت هذه المشاكل يكون قد غفل بانه قام باستخدام في بعض الاحيان يكون قد نسي بانه استخدم احد هذه البرامج الخاصة بالرشاقة وبالرجيم ويتفاجأ ويذهب الى كل الاطباء ويبحث عن علاج مرة اخرى من جديد يجب ان نرتاد المواقع التي نثق بها حتى فيما يتعلق بموضوع الرجيم القضية مش تجربة يعني ان يجرب الانسان على نفسه ويقع ضحية امراض مستقبلية وربما في بعض الاحيان الناس تفكر بانه توفر المال من خلال الوصول الى الانترنت والحصول على ادوية او وصفات علاجية او حتى وصفات غذائية لها علاقة بالرشاقة سيوفر عليهم الجهد والمال كلام فارغ في بعض الاحيان لانه الناس عندما تذهب الى مواقع غير موثوقة تبدأ بتطبيق يعني انظمة حمية معينة دون اشراف الطبيب يحصل ما يحصل من كوارث لذلك اقول دائما عفاكم الله الانترنت متاحة ولكن دائما التعامل معها بحكمي هو سيد الموقف والتأكد من مدى موثوقية وصدقية المواقع التي نرتاد حماكم الله من كل مكروه ونراكم في ونضا قادمة